حرفة من كل حطة في مصر هي فكرة معرض طراثنا التي يعمل على تطويرها من خلال تنويع المنتجات وزيادتها في نسخته الثالثة بالإضافة إلى الأسعار التنفسية لرواد المعرض أنا سنفذت كنت جايبة حاجات ولسه عايشة معي حاجات للبيت وحاجات شخصية لي أنا حتى أكساس ريز حاجات كده في حاجات كتيرة قوي وشنط وكايب بقى كلهم لسه باستعملهم لحد النهاردنا فيش أي حاجة بوزة لقيا حاجة فده كان مخليني عايزة أجي تاني السنة دي كنت مستنية أكتر الحاجات المميزة في المعرض أنه معمول فيه منتجات عصرية جدا جديدة والناس بتدور عليها اللفتت انتباه كان الشغل العربسك والشغل اليدوي جميل جدا حتى الأسعار يعني بجد مقارنة باللي أنا كنت بشوفه بره قبل كده لا هنا الدنيا أحسن كتير ورغم أهمية معرض طراثنا كأداة تسويقية وكفرصة لتشجيع الحرفيين إلا أن كثيرا منهم يواجهون مجموعة من التحديات محتاجين فعلا يكون عندنا مركز أو ممكن نقول مركز بيع أو مصدر بيع دائم طول العام يعني طبعا مع غلو الأسعار بتاعة الخماية والحاجات دي كلها إحنا بديدخل المعرب اللي بيحتاجين لإحنا ندخل الدعم أصلا يعني بيحتاجين لإحنا ندخل الدعم بلاش عشان نوصل إيه؟ نوصل العميل للمنتج بسعر كويس جدا معظم الصناعات اليدوية تكتن دسر لأن فيه ضغط كبير قوي من الحاجات المستوردة فبالتالي الدولة بتحاول تدعمنا كويس جدا الوحيد اللي بيشارك برسمه حرق على الخشف في المعرض كله اختلاف طراثنا برضو يعني بيلقى اهتمام مباشر من سيد الرئيس يشارك عدد من المستفيدات من مبادرة كدواتك التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في معرض طراثنا بمنتجاتهم ومشروعاتهم حيث أكدنا على أن المعرض ساعد في تسويق المنتج بشكل أوسع لسيما بعد دورات مهارات التسويق الرقمي أفلتني بقى جدا بأن أنا عرفت إزاي أسوأ وإزاي أفتح البيج وإزاي أعمل البيج النفسي وإزاي أحط عليها إعلانات وإزاي أبتدي أصور الحاجة بتاعتي وحطها بطريقة مختلفة وتكنيك مختلفة على البيج بتاعي ناخدنا في حاجة كتير قوي على مراحل كتير احنا مع بعض بقالنا ممكن سنة ريادة العمال التسويق الإلكتروني تنسيق ما بين قدوتك وجهاز تنمية المشروعات في تطوير الصفحة نفسها والمعرض هنا ومعرض ترسنا هنا وشاروا إلى أن جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يحرصوا على زيادة عدد المشاركين كل عام تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بالتوسع في دعم أصحاب هذه الحرف ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم إنه معرض يقدم حرفيين وفنانين متميزين استطاعوا أن ينشكلوا منتجات نناسب جميع الأذواق والاحتياجات بجودة عالية في الوقت الذي تدعم فيه الدولة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لترسيخ القيم الثقافية والتاريخية والإبداعية لدى الجميع أسمع حسن النيل